من الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله انا هشرح لكم الدرس الاول من شابتر 2 لكتاب الديسكافر برايماري 2 الشابتر ده اسمه يعني انا بعتيني بنفسي وهو عبارة عن 10 دروس زيه زي اي شابتر في الديسكافر الدرس الاول بيدرس عندنا للطفل بيرجع له على اللي هي الكائنات الحية واي هي كانت مواصفاتها وبيدرس الفرق ما بين النايف سايكل للهيومن واللايف سايكل للبيرج طيب هنبتدي مع بعض اول اول صفحة عندنا بتحكي ستوري عن عن نور هنقرأ الستوري مع بعض يعني عائلة نور اللي هي بتكبر يعني اهلا بيكو تاني انا عندي اخبار مسيرة جدا يعني انا عمته جابت بيبي جديد انا عندي بنت عم دي صغيرة جدا هي محتاجة مساعدة كتير فكرك انا ممكن ساعدها ازاي انا عايزاها تبقى بصحة جيدة وبأمان اول حاجة هنا ان احنا بنترح على الطفل سؤال انت فكرك نور ممكن ان هي تساعد عمتها ازاي بان هي اه تهتم بالبيبي ازاي نور ممكن تهتم بالبيبي وتخليه طبعا كل طفل اجاباته هتختلف في طفل ممكن يقول ان هي هتديها مثلا تساعدة تديها في مثلا طفلة هيقول هتديها في طفل مثلا هيقول يعني هتختلف الاجابات هنا بالنسبة ايه للاطفال وده طبعا اللي احنا تعودنا عليه اللي هو ان انا دايما بعمل عصف زيني وان انا مش بقول للطفل نور عشان تهتم ببنت عمتها لازم تعمل واحد اتنين تلاتة لازم الطفل هو اللي يوض يفكر معي طيب ايه اللي هناخده بعد كده هناخد اللايف سايكل للهيومن اللايف سايكل هي عبارة عن الدايرة اللي بتلف فيها حياة البني ادم هي دايرة ما بتنتهيش ولازم الطفل يعرف كده ان اللايف سايكل ديت هي دايرة ما بتنتهيش انه البني ادم الاول بيبقى عندي بيبي وبعد كده بعد الشايلد بيبقى بيبقى بعد التينيجر بعد التينيجر بيبقى بعد بعد بيبقى بيبقى عجوز وبيرجع تاني الشخص الادلت يجيب لنا بيبي جديد فهي دايرة مش مغلقة تمام فدي المعلومة اللي أنا المفروض اوصلها للطفل طيب ايه هنا بقى اللي طلبه مننا الكتاب هو طلب من الطفل انه هو يرسم الستيجز بتاعة اللايف سايكل في حاجة انا لحظتها هنا انه في كتاب الديسكافر هنا هو رسم ثلاث مربعات بلاس انه هو عمل لنا ساي بتاعة مربعات غير مربع البابل فهو معناه انه هو بيقول ان انا عندي فور ستيجز للايف سايكل بس كتاب المعاصر قال ان اللايف سايكل خمسة مش اربعة اه ف انا هقولها على اساس اللي انا شفته في كتاب المعاصر لانه كتاب دليل المعلم مش جايب اسامي للايف ستيجز هو كل اللي قاله ان معرفهاش خالص وما قالش اساميها ايه فبناء على كتاب المعاصر هو قال ان هي اه اول ستيجز هتبقى بيبي اللي هو رسمها لنا هنا في الكتاب وبعد كده اللي هو الطفل لما يكبر شوية يعني بعد مثلا سن سنتين لحد سن مثلا ثمان سنين بعد كده بيبقى بيبقى مراهق بعد كده بيبقى يعني انسان بالا وبعد كده بيبقى اللي هو الشخص الكبير في السن شوية تمام هترح على الطفل هنا سؤال وهسأله المواصفات بتاعة هقول له هحاول ان انا افتكر معاه اللي درسوا في الكيجي كيجي 2 او في من ضمن الحاجات اللي هنفتكرها مع بعض ان ان هما بيكبروا بيحصل لهم تغيير والحاجة التانية ان هما ريبروديوس يعني ريبروديوس يعني بيعيدوا الانتاج تاني يعني البيبي بيكبر بيبقى ادلت بيخلف بيجيب بيبي تاني بيبقى ادلت بيخلف ده معنى كلمة ريبروديوس تمام فكده احنا خلصنا ايه بيجي 2 هندخل على بيجي 3 هو بيحكي لنا برضو قصة عن البيبي بيرد هندخل بقى على اللايف سايكل الحصة بالبيرد بيولينا هنا following along as the teacher reads هنتابع ومع teacher هو بير at my home i can see another baby these babies are living in a nest they are birds يعني في البيت عندي انا شفت بيبي تاني دولة عيشين في النست في العيشة دول طيور تمام yesterday there were three eggs in the nest now i can see three new baby birds امبارح كان فيه 3 بيضات في العيش دود النهاردة انا شفتهم 3 تلات تلات يورس وغنانين البيضة فقست يعني i can see the mother bird taking care of the babies انا شايف الام بتاعتني بيهم she brings the babies food when they cry هي بتجيب للبيبز اكل لما بيعيطهم she sits on them هي بتعد عليهم to keep them warm عشان تخليهم دافيانين i can't wait to watch the baby birds grow up انا مش قادرة استنى لحد ما اشوف ان البيبي ده كبر هو هنا في القصة دي هو حاول ان هو يشرح للطفل life cycle بتاعت البيرد هيجي بعد كده فيجي اللي بعدها علشي استحملوني احنا كاتبين في الورق رسم للطفل او جايب له صورة ليه life cycle بتاعت البيرد وبيقول له observe حاول تستكشف life cycle بتبتدي ازاي وبتمشي ازاي بيقول لنا هنا في التايتل بيقول لنا هنا في التايتل a bird's life cycle observe the bird's life cycle what's happening between each stage اول حاجة الطفل هيبص على الجزئية دي اللي هي البيضة اللي موجودة في العيشة دي الاج المرحلة الاولانية step number one اللي هي بتبقى بيضة تاني حاجة في ناستنج ايه هو الناستنج الناستنج الفترة اللي ما بين البيضة ما يتحطط في العيشة وقبل ما يحصل لها حاج قبل ما تفقس ده الناستنج بعد كده فيه check اللي check اللي هو baby bird اي baby bird بنقول عليه check الكاتكوت اللي طالع من البيضة الفرخة بنقول عليه bird بنقول عليه check بعد اللي check بنقول انه baby bird دي الستيج number four اخر استيج ال الادلت بيرد يبقى انا دلوقتي عندي five استيجز لل bird's life cycle ايه هي egg نستنج chick baby bird adult bird طب ايه هي الاستيجز بتاعت ال human's life cycle baby child teenager adult elderly تمام طيب اللي هيحصل بعد كده انه انا هدخل على ال page اللي بعدها بتكلم مع الطفل وبقول له طيب دلوقتي احنا عايزين نستكشف ايه the differences وال similarities اللي ما بين ال birds وال humans يعني ايه الكلام ده يعني انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي متشبهة ما بين الطيور وبين يقدمين في حياتهم وايه الحاجات المختلفة طيب هو رسملي دايرتين وهم متقابلين مع بعض في الجزء اللي في النص ده دا اللي المفروض هفاهم الطفل انه هكتب جواه الحاجات المتشبهة الجزء اللي على اليمين والشمال الطرف بتاع السيركل هنا وهنا دوت اللي هكتب فيه الحاجات المختلفة طيب تيجي نقرأ مع بعض الحاجات المتشبهة الاول احنا قلنا ان ان الاتنين كئنات حيا مام فيد بيبي الام بتأكل البي سواء كان بيرد او يومان وهم الاتنين بيبيز ماما هي اللي بتتولى عنيتهم وبتأكلهم eat and drink معلش drink هنا مكتوبة غلط eat and drink الاتنين بيأكلوا وبيشربوا اخر حاجة grow and change الاتنين بيكبروا وبيتغيروا بيحصل تغيرات في جسمهم تمام الكلام ده الطفل هو المفروض يقولوا بنفسه ويفكر مفيش تيتشر يقولوا خد احفظ لانه حتى دليل معلم نفسه ما جابش معلومات المفروض نحن نقولها للطفل الطفل هو المفروض يفكر في حياة كل حاجة منهم ويفكر ايه في التشابه والاختلاف بعد ما يخلص خالص احنا ممكن نديله اضافات من عندنا عشان نزود معلوماته لو هو ما قدرش يجمع كل المعلومات احنا ممكن نزودله معلوماته لكن برضو هنا بنعمل brainstorming مع الطفل طيب نقرأ بقى المبين الهيومن والبيرد قلنا في الهيومن يعني ايه يعني بيولده البني ادمين بتولد مش بتبيد تاني حاجة احنا عندنا نقارن احسن في كل صفة ما بين الهيومن والبيرد الهيومن هو بيخلفه البني ادمين بتخلف طيب الهيومن عندهم طيب بالنسبة عندهم منقار طيب البني ادمين عندهم ايه طيب البني ادمين عندهم رجله بيمشوا بيها الطيور عندهم جنحاب بيطيروا بيها طيب هو طبعا الطيور عندها رجله كل حاجة بس هيا الطيور من اللي بتطير يعني الاكتر ان هي بتطير هي مش بتمشي ربنا بخلاش الطير بيمشي على رجله هو بيقف على رجله سواء وهو بيأكل سواء وهو بيشرب سواء في الناس لكن هم فعليا هم بيطيروا عندهم ده الاختلاف المبيننا وما بينهم طيب البني ادمين عندهم عندهم جلد طيب الطيور عندها عندها ريش البني ادمين بيعيشوا في البيوت بيعيشوا في البيوت الطيور بتعيش في العيش طيب انا دلوقتي لو عايزة شايفة ان الطفل عندي ماقدرش يقول حاجات كتيرة هبتدي اطرح عليه اسئلة هقول لكم الاسئلة اللي تقلت لنا في دليل المعلم اول حاجة هقول له يعني بني ادمين بتتحرك ازاي لما تكبر فطبعا انا كده بخليه يفكر اه دول عندهم رجل دول بيمشوا فعلا بالرجلين بتوعهم تاني حاجة بني ادمين بتتعلم ازاي تطير يبقى هو كده لو ما كانش استوعب النقطة دي هيستوعبع من الاسئلة بتاعدي طيب اللي بعده مين اللي بيهتم بالبي بيرد لما بيكونوا صغيرين وبرضو مين اللي بيهتم بالبني ادمين لما بيكونوا صغيرين فدي برضو هتخليه يركز بانه دي الموم في الحالتين دي similarities دي التشابهات الموم في الحالتين هي اللي بتهتم ايه بالبي اخر حاجة هو عايز الطفل هنا يكتب write to explain explain one similarity and one difference in the life cycle ايه السميلارتي وايه الديفرنس اللي موجود في الحياة ال 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 البرد او الهيومن طيب اللييف سايكل are similar اللييف سايكل او حياتهم متشابهة بان because الاتنين الموم فيه البي الاتنين الام بتطعم البي the life سايكل are different because the birds lay eggs and the humans give birth يعني يعني المختلفة لان الطيور بتبيض بيض لكن الهيومنز بيولدو ده الاختلاف اه كده احنا خلصنا الدرس الاول من شابتر 2 وهو سهل وبسيط يعني بنسبة كبيرة يعني الطفلة هيستوعبوا ان شاء الله يا رب يكون سهل عليهم واشوفكم ان شاء الله في الدرس التيم اشتركوا في القناة